الصواريخ الإيرانية للميليشيات الحوثية التي زودتها بها هي إيرانية الصنع كصواريخ زلزال ذات الأجيال الثلاثة زلزال واحد وزلزال اثنين وزلزال ثلاثة زلزال اثنان يمكنه أن يحمل رأسا حربية تصل حمولتها إلى ستمائة كيلوغرام ويصل إلى مدى يقدر بمائتين وعشرة كيلومترات عفوا أما زلزال ثلاثة فهو يعمل بالوقود الصلب ويصل مدىه إلى مائتي كيلومتر إيران زودت الميليشيات الحوثية أيضا بصواريخ قاهر واحد واثنين وهي صواريخ روسية الصنعية تم تطويرها وتعديلها محليا وهو ما قام به خبراء إيرانيون في اليمن صواريخ قاهر واحد واثنين تعمل على ارتفاع متوسط وعال وعلى مرحلتين بالوقود الصلب والسائل أيضا ويزن رأس الصاروخ مائتي كيلوغرام ويصل مدىه إلى مائتين وخمسين كيلو مترا وتمتلك ميليشيات الحوثي كذلك صواريخ الصرخة الإيرانية الصنع يبلغ مداها سبعة عشر كيلو مترا ولديها القدرة على حمل رأس وزنه خمسة عشر كيلو جراما هذه الصواريخ مشاهدين حصل عليها الحوثيون عن طريق ميليشيا حزب الله بعد وصولها إليهم عبر عمليات تهريب بالموانئ البحرية إيران زودت كذلك الميليشيات بصواريخ أخرى بعيدة المدى تم إعادة تركيبها في اليمن وهو ما تم الكشف عنه أيضا هو حتى الآن صاروخ بوركان H2 الذي اعترضه الدفاع الجوي السعودي فوق الرياض قبل أيام معلومات استخباراتية مشاهدين تفيد أن الحوثيين يمتلكون ما بين 20 إلى 30 صاروخا من هذا النوع إلا أنها لا تمتلك الوقود الكافي له وخلال الحرب أطلقت الميليشيات الحوثية أيضا أنواع أخرى من الصواريخ الباليستية الروسية والكورية الصنع أيضا كصاروخ سكود وأيضا أورغان هذا الصاروخ أيضا